و اخيرا و اخيرا و اخيرا اللحظة المرتقبة من الموسم الاول من انمي توروف جات او من المنوعة امتا دي احسن لحظة في الموسم كله سوالك انا اومر و النهاردة هنتكلم عن الحلقة ال 12 من انمي توروف جات و اخيرا يا جماعة اخيرا اللحظة اللي كنت مستنيها و ما كنتش عارف ان انا تكلم عليها و انت مش مدركين حاجة زي كده كانت صعبة ازاي ان انا عمل نفسي ناسي لان كان فيه كلام كتير جدا كنت عايز اتكلم عليه و اقول و اشبه على راهل بحاجات ايها كانت بتعملها الا ان كنت هكون ساعتها بستعبط بستعبط و انا عمال اقول بصوا كده على تخلي الناس تاخد بالها اكتر ما هي مشاكة دي اهم لحظة في الموسم كله لان بيتبني عليها اسئلة و حوارات كتير جدا ولسه لها تفسير قدام واللي اتضح لنا ان الخنزيرة دي بتعرف تمشي ايها كانت بتضحك عليه و ايها كانت بتعمل ده كله عشان في الاخر عايزة تخلص منه الشخص اللي بيدور عليها الشخص اساسا اللي خلى الناس اللي حواليه كلهم يحموها اللي هو اسم في الموقف ده بسببها هو في الموقف ده موجود في الوقت الحالي عشان عايز يصعد معا للبرج هو كان ممكن عادي جدا ان هو يسيبها فترى ايه السبب؟ مشكلة برض ان انا فاكره و ياريت يعني ياريت يا عم العقلي بتكون شغالة يعني في الامتحانات بالشكل ده انا مش فاهم يعني بتكون شغالة بنفس الكفاءة في الاوقات ديت الحاجات اللي انا عايز انساها فعلا التأثير اللي هيحصل على يورو لاننا يعني بالتأكيد مش متخيلين انه هيموت الا اذا كنا نعني البقاء على الطول يعني انك انه طبعا مستحيل يعني انه حاجة زي كده هتحصل فالتأثير اللي هيحصل علي يورو ايه? هل الشخصية ديت دت شخصية ديت المفروض تتدمر ذاتيا والتأثير بتاعها على باقي الشخصيات لان المفروض باقي الشخصيات هتعرف حاجة زي كدة وهتشوف حاجة زي كده شفنا بتسمة اليوهن المريب اللي هو آآآآآآ زي ما انا وفرحان كده وهل الشخصيات ديت هتنجح ولا لا المفروض ان هي كلهم ينجحا واللحظة ديت نستطني معظم التكلام اللي انا كنت عايز اقوله اسان عن الحلقة لان اللحظة ديه نقلة نوعية في العمل بالكامل كان في كلام كدير اي نعم لسه هقوله برضه الا ان كان لازم بقى نطل اخر لحظة في الحلقة كلها الاكشن اللي كان قابل اللحظات ديه اللي كان مع الثور كان اكشن كويس والتنقلات اللي كانت بتحصل ما بين المشاهد والكلام اللي كانوا جايبينه في الفريق اللي هو يعني مع يورو كان حاجة كويسة مع انه يعني في بداية الحلقة كان بيحصل بشكل سيء جد الا ان النهاية وهزيمة الثور كانت جاية بشكل سيء الهزيمة بتاعته ما تمتش بشكل كويس وهل هو كان بالضخامة دي؟ يعني احنا كنا شايفين قدام اندرويسي واناك كانش بالشكل ده خالص وفي بداية الحالة خالص شفنا تفعيل تلقاء للشنس وحصل مع الاثنين كنت هقول يعني ان هو حاجة لها علاقة يعني بيورو الا ان هو في النهاية يعني اطلح ممكن يكون النور الأصفر اللي احنا شفناه ده بسبب الحاجة اللي حصل في الاخر من الوحش او يعني من الاخطبوط الكبير ده اللي عشفتهم وفي بداية القتال مع الجاسوس اللي كان ما بين اناك واندرويسي ما كنتش حاسس بالمصيرية اللي كانت في الاحداث كنت حاسس ان الاحداث سطحية جدا الا ان الموضوع ده تحسم مع الحلقة بشكل كويس يعني الحد اللحظة اللي حط فيها رجله على قلب اناك ونطة ليه علاقة بالقوة اللي اظهرت اناك بعد ما اخدت السيف ليه ما اظهرتش حاجة زي كده قبل الاصابة وهل من الطبيع ان هي تظهر قوة بالشكل ده بعد منصيبة الاصابة بتاعتها دي؟ وليه ما شفناش اي رد فعلي للجاسوس؟ النقطة ليه تتضحيت الاجابة بتاعتها انه كان عايزها تعمل حاجة زي كده انه كان عايز يخلص مناه هو عايز يعني اثارة تحصل في الموضوع وعايز اي اثارة وده بان اكتر من فعلي الجاسوس اللي عمله قدام الاميرة بتاع الجهاد اللي هي يوري والانتقال في المشاهد زي ما قلت كان شكله وحش جدا 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 اي نعم في الاخر كان مظبوط جدا لانه كان بان ان الاقتباس كان فيها احسن وكان الكلام والحوار متناسق مع بعضه الا ان في الانتقالات اللي كانت بتحصل في الاول الموضوع ما كانش ثالث ابدا والانتقالة ساعت لما رحنا للراك والهروب بتاعه وكان بيهرب من ايه بعد كده رجع في ايه يعني ايه اللي كان بيحصل ساعت الا ان النهاية اللي حصل فيها بيشفع على اي حاجة حصلت في الحالة دي بيشفع على اي حاجة في الموسم ده بالكام انت مش متخيل كمية الصدمة انا لسه لحد دلوقتي يفاكر صدمة الشخصية دي تساعت لما اظهرته كده ورميته برا الفقاعة بتاعته كانت صدمة ممتعة جدا ولو كان اقتباس الموسم ده مضبوط اكتر من كده كنت هنشوف حاجة في مستوى اعلى وعند اللحظة اللي قبل ما حصل التدخل بتاع سوبارو ايميليا ايه اللي جاب سوبارو ايميليا هنا كنت فعلا بدأت احس ان فيه قوة اكبر في الاحداث عن اللي كان بيحصل في اول الحلقة ومع ذلك الاحداث اللي حصلت بعد التدخل ده كانت احداث كويسة جدا والخطة بتاعي تكون بسيطة جدا وده ظهر من الحلقة اللي فاتت انه بيهد المخارج او السبل اللي ممكن اللي اتنين دول يوصلوا بها البعض عشان يخلي فيه طريق واحد يوصلهم لنفس المكان عشان في الاخر يعني يهدت له بعض والشخصية اللي ظهرت لكون ديت هي اللي كانت مع الاميرة يوري والتلميحات اللي ظهرت على راهل في الحلقة دي كانت كبيرة جدا من امثلتها اللقطة دي انت ما كنتش حاس ان فيه اي حاجة غلط بدي حصل ما كنتش شايف ان هي المفروض يعني مش متأثرة تماما بان الشخص ده عمال دلوقتي خلاص على وشك انه يموت وبيقاتل قتال صعبة جدا وهي قاعدة كده بصمت ما كانتش تبدي اي انفعالات تماما وده كانت حاجة غريبة جدا فاللي بيحصل ده بينقلنا نقطة الجاسوس اللي هو يعني بالتابعية نقدر نحدد ان الجاسوس ده هو اللي كان ليه علاقة بهو هو غالبا اللي بعت له رسالة عشان يهت للشخصية دي عشان هو عايز يخلص من يورو ويوهان الشخصية الغمضة جدا لحد دلوقتي ما نقدرش نحدد اهداف الشخصية هو عايز يوصل بايه بالافعال بتاعته دي لاننا ما نعرفش اذا كان فيه صراع سياسي قوي عمال يحصل على الحكم في صراعات على القوة ما نعرفش اي حاجة من الكلام ده لان الموسم ده هو عبارة عن بناء بس للأدوار الاولى ومن كلام متابعي فالأحداث اللي هتحصل بعد كده في الموسم الثانية والثالثة هي لفل مختلف تماما عن اللي احنا شايفينه ومن الحاجات الغريبة اللي ظهرت مع الاميرة يوري ان مكنش فيه اي كلام على ان الشخص الجاسوس ده لو مشي لو سابوه عادي حيروح يبلغ الامير جهاد بالنية ثابت السيف هل امر ترك السيف ده عادي يعني هل هلنا اللي بيهول منه مش هما اللي قاله في الاول خالص انها ممكن تقعد مع شما حاجة زي كده وكان لازم بالتأكيد ان هم هيتلوا الشخصية ده لان بالتأكيد تركوا هيخليهم يوصلوا لمرحلة مسدودة لمرحلة ان الشخصية بتاعت يوري ديت او ان فيه شخصيات كتير هتعدم بسبب مساعدتهم لانك وفي حاجة مهمة ظهرت في القتال يورو كان قادر انه ها يستخدم الشنسو بيد واحدة التطور والقفزة ديت حصلت امتى بالذات انه كان قابليها قبل ما يجرح قبل ما يجرح في ايده اليمين كان بيحاول انه يطلقوا بيدين والاثنين والجملة بتاعت غير مختار المتقاع على يورو ديت هتكون نقطة مهمة جدا في الحلقة الجاية لسه الحلقة الجاية فيها صدمة اكبر بكتير من الصدمة اللي حصلت في الحلقة دي لان مترتب عليها الصدمة اللي حصلت في الحلقة دي وغير مختار ديت هيتحط عليها مليون خط وبس الشخصية في الاخر ظهرت لنا على حقييتها الخنزيرية اللي يريت يعني كان يكون عندي القدرة ان انا اتكلم على الكلام ده من البداية خالص بس الصدمة ديت كانت حلوة ان شاء الله يعني هتبحاول ان انا نرجع للموسم الاول ده وحاول ان انا اراه مش حي يعني مقدرش هواعد بحاجة زي كده الا ان انا هحاول بقوة ان انا نرجع للموسم ده واراه وطلع الحاجات اللي هي كانت سيئة في الموسم بتاع الانيميادات نفسه ومقتبس وقش على الاموم ده كان كل اللي كان عندي في الفيديو النهاردة شكرا على المشاهدة سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة